كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مشروع شرق الحد الإسكاني كشف عن استعدادات الوزارة حاليا لطرح المناقصات الخاصة ببناء 695 وحدة سكانية و 1221 شقة تمليك بمشروع مدينة شرق الحد الإسكانية وذلك في إطار سعي الوزارة إلى توالي طرح حزم المشاريع الإسكانية في هذه المدينة الجديدة والتي تقام على مساحة 241 هكتار زيارة تفقدية قام بها سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى مدينة شرق الحد للإطلاع على التقدم الكبير في نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية للمدينة التي تشهد حاليا تنفيذ 1392 وحدة سكانية قيد الإنشاء يتم تنفيذها على أربع حزم طبعا نسب الإنجاز بالنسبة لأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية في مدينة شرق الحد الحمد لله تشهد تطور ملحوظ طبعا نتراوح نسب الإنجاز بالنسبة لأعمال الإنشائية بناء الوحدات السكانية ما بين 5% إلى 95% هناك طبعا أربع حزم لتنفيذ الوحدات السكانية في الوقت الحاضر ونأمل إن شاء الله أن يتم طرح حزمتين الحزمة الخامسة تقريبا 700 وحدة سكانية بيت وما يزيد عن 1200 شقة خلال هذا العام ليصبح العدد الإجمال لوحدات السكانية قيد الإنشاء في مدينة شرق الحد يتجاوز 1200 وحدة سكانية وزير الإسكان تطرق خلال جولته إلى أعمال البنية التحتية في المشروع وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال المرحلة الأولى من شبكة البنية التحتية بالمدينة قد بلغت 10% وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة قبل نهاية العام الحالي أعمال البنية التحتية لله الحمد أيضا تسير بشكل جدا طيب هناك مقاول موجودة الآن في مدينة شرق الحد يعمل على تنفيذ أكثر من 80% من البنية التحتية لمدينة شرق الحد مؤمن إن شاء الله أنه ينتهي من المراحل الأولى التي تسبح لنا أو تتيح لوزاة الإسكان بالتسليم التدريجي أو التشغيل التدريجي لمدينة شرق الحد في تقريبا من ربع الأخير من هذا العام بمشيئة الله تعالى وحول تمويل تنفيذ المشاريع الإسكانية في مدينة شرق الحد أشار الوزير إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية وأعمال البنية التحتية يتم من خلال مساهمة صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في برنامج التنمية الخليجي مشيرا إلى أن حجم الميزانية المخصصة لتنفيذ مراحل المدينة المختلفة تبلغ 241 مليون دينار بحرينية بالطبع مدينة شرق الحد كمثيلاتها من مدن البحرين جديدة تعتبر الرافد الأساسي لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل حكومة مدينة شرق الحد كمثيلاتها من مدن البحرين جديدة تعتبر رافد أساسي ضمن 25 ألف وحدة سكنية المشمولة من ضمن برنامج عمل حكومة وزير الإسكان أوضح كذلك أن الانطلاقة الفعلية لمشروع مدينة شرق الحد قد بدأت في منتصف عام 2013 عندما تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بوضع حجر الأساسي للمشروع لتبدأ الوزارة منذ ذلك الوقت في طرح مراحل المشروع المختلفة للتنفيذ يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين